إذن ورغم إعلان استعدادها لعقد اتفاق نووي جديد إلا أن شروط إيران التي وصفت بالتعجيزية عقبة استباقية حتمية لجولة المفاوضات المرتقبة أواخر نوفمبر الجاري حيث كشفت صحيفة إيران رسمية عن ملامح الاتفاق الجديد الذي رسمته طهران وتسعى إلى تحقيقه وأول بنوده عدم السماح لأي طرف بإثارة موضوع الصواريخ الإيرانية ودور إيران في المنطقة وتتضمن شروط إيران إبلاء الولايات المتحدة ندمها على أخطائها الماضية والتعويض عن انتهاكها للاتفاق الناوي المبرم عام 2015 وتشترط إيران كذلك رفع جميع أنواع العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران سواء في عهد أوباما أو ترامب كإجراء لبناء الثقة وأوضحت الصحيفة حاجة إيران للوقت كي تحقق رفع العقوبات وتتحقق منه ما يعني امتلاكها الوقت الكافي لشراء وبيع النفط وتحويل الأموال إلى البلاد بغرض التحقق أشارت الصحيفة إلى أن إيران ستقبل بإشراف مجموعة محايدة من أجل التحقق من كل تلك الإجراءات هذا وتشمل بنود الاتفاق الجيد كما وصفته إيران تعهدا أمريكيا بعدم الانسحاب من أي اتفاق مقبل لافتة إلى حقها بالحصول على ضمانات كافية كون الولايات المتحدة تقف في موضع المتهم لخروجها عن الاتفاق السابق بحسب التعبير الإيراني طبعا وذلك أيضا وفق مجلة ناشنال انتريست الأمريكية حيث قالت أنه يصعب على الولايات المتحدة تلبية المطالب الإيرانية لسيما فيما يتعلق بالضمانات